نعم نعم كاترين نحن في قلب الضحية الجنوبية لبيروت الآن وصلت الموكب التشيع أو مسيرة التشيع للقيادة في حزب الله فؤاد شكر اقتربت امتار قليلة ويتم دفنه في مثواها الأخير في روضة الشهدين الآلاف من بيئة حزب الله وعناصر حزب الله ومناصري حزب الله شاركوا في هذه المسيرة أو في هذا التشيع جزء كبير منهم أصبح مباشرة أمامنا وهناك أيضا جزء كبير هو خلفنا هم المجموعة من النساء إذن أمامنا الرجال وخلفنا مجموعات ومئات وألاف من مناصري وبيئة حزب الله تشارك في هذا التشيع الكبير للقيادة في حزب الله الذي اختلته إسرائيل منذ يومين في قلب ضاحية بيروت الجنوبية وراح معه ستة ضحايا وهم مدنيون أطفال ونساء ومنذ بعض الوقت سمعنا الأمين العام لحزب الله يتحدث ويقول بأن الرد وبيننا وبين إسرائيل الأيام وليالي والميدان كذلك الأمر وأن الرد قادم لا محال ولا جدال في الرد وسيكون الرد ربما من جبهات الإسناد كلها وليس فقط من لبنان أي الرد على اختيال القيادة في حزب الله وألضا على اختيال عيسى المكتب السياسي منضي والموت عادة إذن اليوم المراقبين يتحدثون عنه هذا الخطاب الغاضب هذا الخطاب العنيف ويعتبرون أن الرد قد لا يكون وعلى الأكيد قد لا يكون شبيها بالذي رأيناه عقب اختيال عدد من القادة ثلاثة قادة من حزب الله والشيخ صالح العروري ولكنه قد يكون في الداخل الإسرائيلي ربما في حيفا ربما أبعد من حيفا ربما قد يكون هدفا عسكريا ثقيلا والأمين العام لحزب الله قال بأن حزب الله وأيضا جبهات المقاومة هي تقوم بيئة المقاومة بشجاعة وبعقل أي أنه قد يكون هناك تخطيط وقد لا نرى هذا الرد بشكل سريع أو في الأيام القليلة المقبلة قد نرى ردا ربما بعد أسابيع بحسب الأمين العام لحزب الله أيضا بأن الإسرائيليون اليوم يضحقون قليلا ولكنهم سيكون كثيرا وأن جبهة المساندة وهذه المعركة باتت أو دخلت مرحلة جديدة الآن تسماعين الهتفات كاترين العشرات منهم حملوا صور وتم توزيع صور الفؤاد شكر على المشاركين في هذا التشيع بعض هؤلاء أيضا حمل صور ضحايا أو عناصر حزب الله الذين سقطوا في المواجهة منذ الثامن من أكتوبر ولغاية اليوم اشتركوا في القناة